كلمة الديون هي كلمة دائما ما تخيف صناع القرار السياسي وأيضا الاقتصادي. اليوم الأخبار التي نسمعها من صندوق النقد الدولي حول ملف الديون العالمية هو خبر إلى حد ما إيجابي. نتعلق هذا الخبر إلى حد كبير بموضوع إعادة هيكلة الديون. وهو أمر أساسي لتجنب أن يكون لدينا كارثة اقتصادية تتمثل في أزمة الديون. تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن العالم حتى الآن من بعد جائحة كورونا. وعلى الرغم من الكثير من الظروف الاقتصادية سواء المتعلقة بتداعيات كورونا أو حتى تداعيات الحروب. العالم تمكن من النجاة وتجنب كارثة أزمة الديون. ولكن لم ينتهي الخطر بعد. الخبر الإيجابي يتعلق بأن اليوم لدينا سرعة أكبر في عمليات إعادة الهيكلة على الديون. وهو أمر جدا هام. ليس فقط للمدينين. ولكن للمدينين والدائنين. وخصوصا بأنه يمنع أن يكون لدينا كارثة كبرى تتعلق بأزمة الديون. وثانيا يقلص من التكاليف المتعلقة بتأخير دفع هذه الديون. إذن تسريع وتيرة إعادة هيكلة الديون. هو أمر إيجابي. يرى صندوق النقد الدولي بأنه بالفعل بات لدينا تسريع لهذا الموضوع. بما يتعلق بالموافقة من لجنة الدائنين الرسمية. أصبح الأمر يميل بشكل أكبر إلى السرعة لهذه الموافقات. ولكن الأمر لم ينتهي بعد. فبرأي صندوق النقد الدولي يجب أن يكون هناك سياسات حكومية بشكل أكبر تتجنب أن تصل الديون لمرحلة يجب إعادة هيكلتها أو إعادة جدولتها بشكل سريع. لأنه عندما نصل إلى هذه النقطة هذا يعني بأنه نحن على أعتاب كارثة ديون. صندوق النقد الدولي قال بأنه يعمل على إصلاح سياساته المتعلقة بالديون. وذلك من خلال بدء إطار مشترك للمساعدة في إعادة هيكلة الديون. وتحسين التعاون بين الدائنين والمدينين وتقليص المشاكل الفنية. اليوم مشكلة الديون العالمية هي مشكلة باتت أكبر. وخصوصا بالنسبة للدول والاقتصادات الناشئة التي لديها ديون بالدولار الأمريكي. الفيدرالي الأمريكي. الواضح بأنه سيبقى على الفائدة مرتفعة لفترة أطول. إذا شهدنا خفض هذا العام لن يتجاوز الخمسين نقطة أساس. وحتى عند منظر لمعدلات الفائدة طويلة الأجل أو ما يعرف بـ النيوتر الريت. اليوم هي أعلى مما يراه الفيدرالي. كل هذا يعني بأن الخطر سيكون أكبر على الاقتصادات الناشئة التي قامت بالاستدانة بالدولار الأمريكي. استمرار نقاط الضعف للدول منخفضات الدخل. وهي بمعظمها دول بالفعل دول الاقتصادات الناشئة. تحدث صندوق النقد الدولي عن إعادة تمويل 60 مليار دولار من الديون الخارجية سنويا على مدى العامين المقبلين. و15% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني من ضائقة الديون. ولأنها تعاني من هذه الضائقة. ولأنها مستدينة بالدولار الأمريكي. هذا سيزيد من التكلفة الاقتصادية لهذه الديون عليها. وهو ما يعني بأن الأزمة لم تبدأ. ولكن على العالم أن يقوم بالمزيد لتجنب حدوث كارثة ديون عالمية.